ما لم تستطع البنادق والرصاص يقوم به قام به الاتفاق السياسي جرة قلم قامت بذلك وأصبح وجوده غير شرعي وعاد حفتر يا سادة يا ثوار إلى نقطة السفر الذي بدأ بها وهي أنه خارج الشرعية الآن عليكم الآن بالمطالبة وبقوة بدخول حكومة الوفاق إلى طرابلس ما عجزت عن تحقيقه البنادق حققته جرة القلم وحفتر صار خارج المشهد بهذه العبارة تم تبرير الدخول في اتفاق الصخيرات وشق صف المؤتمر الوطني العام وإنهاء وجوده بانتهاك صارخ لحرمة الإعلان الدستوري والقانون وحتى للأعراف الدبلوماسية إرضاء واستجابة لما يسمى الإرادة الدولية وثقة بوعود سفراء الدول الغربية الممهورة بغمزات الأعين وقبلات الشفاه بعدم تأييدهم لدولة عسكرية فغيبت سلطة المؤتمر الوطني العام الجسم السياسي الشرعي المنتخب والمؤيد ضد الطاعنين في شرعيته بأحكام نهائية من المحكمة العليا وهو الراعي لثورة فبراير وهو الغطاء الذي لم تتجاوزه حتى محاكم الإمارات فبرأت المعتقلين لديها من تهمة دعم الإرهاب وأقرت خلافا للتهم بأن عملية فجر ليبيا عملية شرعية تحت سلطة رسمية وليست عملية إرهابية هذا الغطاء تم سحبه وتعرية ثوار بنغازي ودرنة من أي دعم رسمي ولكن لم يغب حفتر بل ازداد بذلك توسعا وحضورا حتى صار الحاضر الأول في المشهد الليبي يفرش له البصاط الأحمر حيث محل في كل مكان ويصر المجتمع الدولي على أن تكون له مشاركة ودور في المشهد السياسي أما على الأرض فهو يتمدد في جسد ليبيا كما يتمدد الصراطان في جسد الإنسان ويخنق ما تبقى من أنسجة حية حتى يغزوها ويقضي عليها وهكذا ذهب تعود شياطين المجتمع الدولي أدراج الرياح وكذلك من يمني نفسه بوعود الشياطين فسيعلم قريبا أن الشيطان لا يعدهم إلا غرورا